تحكي لنا قليل عن خطتك للتوسع في زيلونشباد في المنطقة كاكاو وركينج سبيسي نعم زيلونشباد الموضل اللي عملته بالأردن هو موضل مؤتمة كامل يعني بدير نفسه من نفسه من ناحية حتى الإضاءة الممبرشيبس تندفع أونلاين ما في ستاف فبعد ما إن شاء الله يصفي فول بروف السيستم البلانز كانت بسوريا ثم بلبنان مصر والمغرب وعمان طبعا إحنا نعرف الظروف السياسية الراهنة بسوريا وشوي بمصر فهلها الخطوة الثانية إن شاء الله شكلها بلبنان وإذا الأمور بترجع نكمل بالبلدان الثانية وبرضو رح أعملها على أساس مش فردي مع ناس اللي بحبوا هاي الشغلة بدهم يبنوها ببلادهم يعني ناس مكملين إليه يعني مش هدا في التوسع عشان والله المردود المالي فقط يكون ناس معي مؤمن فيها فالحمد الله أنا هلا في نقاش مع ناس بلبنان عندهم باشن لهذا الموضوع وزي بدهم تفولو دا دريم وليش اخترت هاي الدول اخترت هاي الدول لأن هاي الدول لسه فيها برأيي تالنت بول سوري أو يعني زي قاعدة باع والبلدان ما فيها كتير خلنا نقول سبورت لهذول الناس بس دول خليش فيها سبورت وفيها زخم كبير من هاي المشاريع فهاي البلدان أنا برأيي رح نقدر من خلالها نلاقي اللي سمناها المحيط الأزرق من إبداعات وفيها لو كوست ستركتشر نقدر نعمله يعني بنية تحتية رخيصة لنقدر من خلالها نستغل هاي الإبداعات للأسواق اللي فيها هوامش أكبر من المردود لهذول الناس وتمكين إلهم يعني انت بتحاول تروح للمحل اللي لسه مش محروث يعني بدك تحرث لأرض اللي لسه الخصبة المحلات الثانية فيه مجالات وفيه مستثمرين ومنها كمان عساس إحنا من خلال اتصالاتي أجيب لهم إن شاء الله بس مش وعد يعني أشبكهم مع المستثمرين ينمي هالبلدان اللي فيها لأنه إحنا من نسبة للمحل البلدان ما عمنا تفعلنا معها كثير فهذا هو الهدف لش تروح للمحل البلدان شكراً لك ندار شكراً لك نبال شكراً لك